عبرت منفذ الوديعة الحدودي قافلة مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات تجتمل على 2100 سلة غذائية للمتضررين في محافظة لاحج كما عبرت المنفذ مساعدات غذائية من المركز تجتمل على مواد غذائية تستهدف محافظة الجوف هذا فيما وزع المركز 30 طن من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في مناطق متفرقة بمديرية حيران في محافظة حجة ويستفيد منها 2400 فرد كما قام المركز بتوزيع 860 كرتونا من التمور في مخيم التضامن بمحافظة مأرب